موسيقى اسمعوني إذا نتكلم على المدينة ككيان متكامل يعني أهم ثلاث مكونات فيه أو المكونات الأساسية اللي فيه اللي هي الجامعة والمكون الثاني فيه اللي هو المراكز البحثية والمكون الثالث اللي أنا بأشرف أن أنا بقوم بإدارته اللي هو وادي العلوم والتكنولوجيا المكون الثالث اللي هو وادي العلوم والتكنولوجيا هو دوره الأساسي اللي هو حلقة الرابط ما بين مخرجات المدينة بكل أشكالها والمجتمع المصري وبالتالي احنا طول وقت المخرجات بتكون في المكونين الأول والثاني اللي هو لإما خريج قادر على التعامل أو نقاط بحثية أو أفكار أبحاث وبراءات اختراعات تستطيع أنها تحل المشاكل المعاينة احنا الجزء الخاص بنا هو إزاي نترجم هذه المخرجات إلى شكل ملموث على أرض الواقع وإحنا في الوادي للهوم التكنولوجية بنقول أن احنا بنستهدف أربع قطاعات جوه عندنا الجوه الوادي الجزء الأولى الخاص ببراءات الاختراع وتسجيلها بحيث أنها نقدر نخرجها للنور ويقدر يحملها نوع من عملات التسويق اللي هو تسجيل براءات الاختراعات اللي خارج من الجانب الأكاديمي والمراكز البحثية اللي عندنا الجزء الثاني أو المكون الثاني عندنا في الوادي العلم والتكنولوجيا اللي هو رفع القدرات والتدريب لأن ده جزء مهم جدا لأنه جزء من المخرجات المدينة هي نواتج البحث العلمي سواء أن احنا بيكون عندنا علوم بيتم تحديثها وتطويرها من خلال المراكز البحثية ومن خلال الجامعة وده جزء أصيل من المدينة أو الوادي أنه هو يعمل حلقة التواصل مع المجتمع فإحنا المكون الثاني عندنا معني بالتحديد إزاي التدريب ورفع القدرات سواء في المراحل العمرية المختلفة ما قبل الجامعة ومن سميف الجامعة والجزء الثالث بتاعه اللي هو ما بعد الجامعة أنه هو يقدر يكوب معه أو يتواصل مع المتغيرات العالمية الشديدة جاعتنا مكون الثالث عندنا اللي هو التعامل والتواصل مع الصناعة من خلال أن احنا بنتواصل مع الصناعة من خلال أن احنا بيبقى عندنا جزئين جزء أن احنا بنفتح مجالات التعاون مع الصناعة من خلال إفادة الطلبة عندنا في عمل بيسموها عمليات التدريب الصيفي في الفترات المبينة الدراسة حيث أنه يرفع قدراته يبقى عنده قدرة على التعامل مع القطاع الصناعي وفي نفس الوقت دول بيكونوا صفراء لنا للمدينة أن هم في تواجدهم داخل الصناعة بيقدر ينقل المشاكل والتحدي اللي بتمر بها الصناعة بتكون نقاط بحسية فيه خلال المراكز البحسية أو من خلال مشروعات التخرج واللي بيقوم بها الطلبة في آخر سنة من سنوات التخرج وبالتالي بنعتبر ولادنا في فترات التدريب هم الصفراء بتوعنا للتواصل مع الصناعة لأن احنا بنطمح أن احنا في الآخر تكون المدينة هي الملجأ اللي بيالجأ ليه الصانع اللي عنده مشكلة سواء في عمليات تطوير المنتج عنده أو في تحسين كفاءة الانتاج أو التواصل مع العالم الخارجي من خلال التطويرات اللي بتحصل فيها بس يكون عنده جهة سواء بحفية أو تقنية تقدر تساعده في عمليات تطوير المنتج المكون الأخير ويمكن ده أنا خليته الآخر حاجة في الوادي العلم والتكنولوجيا أن احنا مش بس بنقول أن احنا ممكن نطلع شباب يقدروا يسهموا في حركة الانتاج في مصر في أن هما يكونوا خريج متميز بيلتحق بالجهات الصناعية أو أنه هو بيكون بيشتغل في المراكز البحثية لرفع الجزء الأكاديمي والبحثي ولكن احنا عندنا كمان مكون أساسي جدا أن احنا نحاول هذا الخريج أنه رب عمل يستطيع أنه يعمل شركة ناشئة وأنه يستطيع أنه يقدم الخبرات أو الأفكار الغير اعتيادية بالنسبة له وفي شكل أنه يبقى شاركة ناشئة يقدر يقوم بها ترجمة نانسي قنقر